وللمزيد حول تسمية رئيس الحكومة الجديد ورفض الشارع العراقي له وللعملية سياسية برمتها ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي أستاذ حسين مرحبا بكم أهلا بسلام لنبدأ من تحالف الفتح وهو تحالف الميليشيات حيث قال أن موضوع تكليف الزرفي لم يستند إلى أسس قوية ما هي الأسس القوية برأيكم لهذا التحالف؟ أولاً أعتقد التصريح يظهر مصداقية هذا التصريح من عدمه أثناء تقديم الكابينة الوزارية هل سيصوت الفتح على الكابينة الوزارية أم لا؟ أنا أعتقد كثير من التصريحات هي الاستهلاك المحلي ترشيح عدنان الزرفي لم يأتي خارج العملية السياسية ولم يأتي بناء على مطالب المتظاهرين كما أنه سبقهم محمد علاوي وغيره فهو جزء من العملية السياسية هو جزء من حزب الدعوة هو جزء من المنظومة كاملة هذا الرفض أعتقد هو للتسويق أو للاستهلاك المحلي ليس إلا بدليل أنه ستظهر أثناء تقديم الكابينة الوزارية ولنرى ما هو الموقف قد يجوز سبقوا بهذا التصريح لكي يحصلوا على أكثر حصة لكي يتنازل رئيس الوزارة المكلف أكثر لهم ليكسبوا أكثر لا عاون كثير على هذا التصريحات طيب أستاذ حسين تعتقد أن مسألة اختيار عدنان الزرفي كان مفاجئا لإقطاب العملية السياسية في العراق لا أعتقد أولا عدنان الزرفي حسب التصريحات التي أعلنت هو مرشح سائرون مرشح النصر مرشح الحكمة اليوم الكردستاني أعلن تأييده ضمن مسبق لعدنان الزرفي لحد الآن القوى السياسية السنية لم أصدرت أي اعتراض هذا لا يمكن أنه يكون هذا مفاجئ للقوى السياسية أبدا ليس مفاجئا الأخرى أنه علينا أن ندرك أنه المسار السياسي في العراق هناك توافق إيراني أميركي علي البعض يتكلم على أنه هذا مرشح أميركي ومضد إيران أو إيراني ضد أو يعني مع المشروع الإيراني ضد هذا القصة يجب أن نخرج منها لا بد أن يكون هناك توافقا أميركيا إيرانيا على المرشح في العراق منذ 2003 وإلى الآن هم متوافقون على الحكومات التي أسست في العراق بكل سيئاتها يتحمل الاثنين مسؤولية ما جرى في العراق أستاذ حسين يعني تحالف الفتح وعدد من زعماء الميليشيات اعتبروا أن مسألة تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة لأنه ليس من الكتلة الأكبر اعتبروه يعني ربما سحب البصاط من تحت أقدامهم لكن هنا السؤال هل مسألة تكليف الزرفي برئاسة الوزراء نفهم منه أنه هناك مزيدا من التصادم بين شركاء العملية السياسية في المستقبل المنظور يا سيدي التصادم ليس على الكتلة الأكبر وأصلا لا يوجد كتلة أكبر في العراق لا توجد أي كتلة فائزة تستطيع أن تشكل حكومه ولا توجد كتلة أكبر يعني حتى متحالفة داخل مدنس النووي حتى تقدم رشحها لرئاسة الوزراء نعم فإذا القصة هي ليست هذا إن وجد تصادم هو الخلاف على حجم أو على عدد الوزارات والمواقع التي يحصلون عليها على الدولة ما الذي أسقط محمد علاوي؟ الخلاف على الحصص الوزارية التي يريدها ما الذي يعني جميع خلافاتهم السابقة هل على أساس مشروع وطني مقابل مشروع طائفي أو مشروع أرض؟ لا جميع الخلافات التي حدثت وحتى الصدامات التي حصلت داخل مدنس النووي أو خارج مدنس النووي هي خلافات على المصالح الحزبية والشخصية فلا يمكن أن يعول على هذه الخلافات التعويل على هذه الخلافات خطأ كبير ويخسر المحلل ويخسر البحث يخسر حتى قادة التظاهرات عليها أن تدرك بأن خلاف الفتح مع الزرفي إن صح الخلاف فهو ليس ضمن مشروع المتظاهرين الذي ينادون به والدولة الوطنية واعتماد مبدأ المواطنة وإدارة الدولة على أسس الموضوع ليس كذلك أستاذ حسين اللجنة السباعية فشلت في اختيار نعيم السهيل من قبل ولكن هنا مثلا النائب حسن سالم وهو من كتلة صادقون المنبثقة من ميليشيا الخزعلي يقول إن تحالفات الصدر وعمار الحكيم والعبادي هم وراء تكليف عدنان الزرفي هل نفهم من هذا أن هناك تصدعا حاصلا فيما يسمى بالبيت الشيعي نعم تصدع واضح لاحظ الصراوات اللي مضت السنة أول ما تشكل البيت الشيعي من كتلة واحدة سمع الاتلاف في الحكومة الثانية انقسم البيت الشيعي إلى قسميا اتلاف دروة القانون والاتلاف صار قسميا في الحكومة الثالثة وراها صار إلى خمس أقسام والآن إلى سباعية وقد يجوز ما بعدها تكون عشرية وهكذا إذا نتصدع واضح في الأقترب العملية السياسية في البيت الشيعي ولا من الصعب جدا خصوصا بعد مقتل قاسم سليماني أصبح من الصعب جدا على إيران أن تأتي بشخصية تستطيع أن توحد هذه القوى الشيعية زد على ذلك أنه اليوم لا يوجد كما كانت تحرض طائفيا ما بين المكونات الأخرى وما بين المكون الشيعي اليوم ما عاد هذه الأمور تصلح للتسويق أستاذ حسين علي شمخاني كان في بغداد قبل أسبوع ربما هو الذي أعطاهم الفرصة كما نقلت الأخبار بأنه تشكل هناك لجنة سباعية من هذه اللجنة يتفقون على مرشح لمنصب رئيس الوزراء تعتقد أن عدنان الزرفي خارج العباءة الإيرانية خارج عباءة علي شمخاني هو من ضمن هذا اللجنة السباعية ولكن اللجنة السباعية لم تصوت عليه بالإجماع بالأغلبية فعادة من صوت على عدنان الزرفي مؤيدا له الذين اعترضوا يبدون يتكلمون بأنه ليس مرشحان الكتلة الأكبر وأنه سنحيقه في العمل لكن هو ضمن اللجنة السباعية ولكن ليست بالإجماع ما صدر في خصوص عدنان الزرفي نعم هو مرشح الكتلة السباعية ولكن ليس بالإجماع بالأغلبية المعترضين وما من اعترض على ترشيه والخلاف كله شخصي يعني حد التصريحات قال بأنه هذا يعني خسارة لحياة الشهداء والمطالبة الشعب وإلى آخر ما خولك تتكلم باسم الشعب الشعب لحد الأن يعني رفض أن أي واحد يتكلم منكم باسم الشعب والمتظاهرين لهم رأي آخر فالقصة يعني مختلفة سيد عسين على ذكر المتظاهرين لجنة التظاهرات اعتبرت أن تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة كان متوقعا من القوى السياسية وبالتالي سيكون مصيره كمصير سابقيه أمثال نعيم السهيل وأيضا عادل عبد المهدي الذي أقيل من منصبه نتيجة الضغوط الشعبية والثورة التشرين لكن هنا هل يعني أن الحراك الشعبي ماضا في مساره سواء نجح الزرفي في تشكيل الحكومة أو فشل في ذلك هو هذا أذن الحراك الشعبي عليه أن يستمر في حراكه لأنه ترشيح عدنان الزرفي وليس ضمن مطالب الحراك هذه واحدة إسقاط عدنان الزرفي وعدم تمرير كابينته هذه قصة تخص البرلمان وتخص مصالح الكتلة السياسية يعني عندما علاوي لم يصوتوا له ليس بناء على مطالب المتظاهرين وأنه بناء على مصالح اختلفوا فيها فعدنان الزرفي لحد الآن لم يصدر منه أي تصريح كما صرح محمد علاوي بأنه ألف ما يستطيع أنه يقضي على بالوعود الذي قاله لكن نقول عدنان الزرفي لا يستطيع الحد من نفوذ الميليشيات ولا يستطيع محاسبة الفاسدين ولا يستطيع الحد من نفوذ التدخل الخارجي ولا يستطيع أن يقيم دولة وطنية تعتمد مبدأ المواطنة هذه الأربعة مطالب المتظاهرين وهذه الأربعة لا يستطيع لحدنان الزرفي ولا أي مرشح آخر يستطيع أن يأتي بها ضمن هذه المنظومة المنظومة السياسية لا يمكن أن تأتي من خارجها لا تسمح وهي لا تصلح ولا تستطيع أن تتوافق مع مطالب المتظاهرين فالقضية معقدة لأنه منذ البداية المتظاهرين عندما استقالت حكومة عادر عبد المهدي بقي البرلمان فبقيت أي حكومة تأتي شرعية من البرلمان لو حل البرلمان حل البرلمان ذاك الأمر مختلف نعم نشكرك أستاذ حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي نشكر حضورك هنا في الستوديو شكرا جزيلا